اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاسبارك او الشرارة بتحصل الارتباط ده بيظل حتى بعد رحيله وبعد اعتزاله وبعد ما يشتغل في اي كارير او اي مجال هو اختاره بيفضل ليه روك نسابة كده محفور ومحفوظ في قلوب كل الاهلوية وممكن اعددلك بالامثلة نجوم بل كانوا في وطرة من الفترات اساطير ومجرد ما انتهت العلاقة او بشكل خروجهم من النادي الاهلي انتفت تماما كل الصلة وعند ناس كتير جدا كمان ممكن تكون المشاعر تحولت من حب وعيش لمشاعر معاكسة تماما بنسبة 180 درجة وفي الاخر وفي الاول الاهلي دايما دايما ما بيقفش على حد يعني فكرة ان احنا هتعامل مع الصفقات على ان احنا خدنا واحنا ردينا كلام دا بيكلش مع الاهلي ولو الاهلي نفسه بيشتغل بالطريقة دي عارفين فاكرين فيلم كده يعني ممكن تكونوا شفتوه بالابيض والسود كنسمه عنتر ولبلب لو الاهلي بيشتغل بفكرة ارد الصفقة بصفقة والجو ده ما كانش بقى النادي الاهلي ما كانش بقى النادي الاهلي وعمر الاهلي ما ساب حد والحد ده قدر يعمل حاجة في مكان تاني وعمر الاهلي ما سابه حد والاهلي توقف عن تحقيق الانتصارات والبطولات طيب النهاردة السؤال الاهم والرئيسي طبعا هو احنا هنعمل ايه يوم الجمعة ماتش صعب ماتش صعب ممكن تتكلم على انه برا ارضك وفي الجزائر صعب ممكن تتكلم على اسماء مؤثرة جدا في قيمة الغيبات ماتش صعب ممكن تتكلم عن الدوافع اللي موجودة عن شباب له زاد وانها بالنسبة له مباراة حياءة وموت لا تحتمل الا نتيجة الفوز ماتش صعب لكن السؤال الاهم بالنسبة لنا احنا ولنحاول نجاوب عليه هو هل هيظهر الاهلي بنفس المستوى بنفس الفورمة بنفس الانسجام بنفس القوة بنفس مستوى الاداء عموما اللي شفناه قبل فترة التوقف اجابة السؤال ده تحدد بشكل كبير جدا هنعمل ايه يوم الجمعة تعال اخدكم الاخبار الاهلي نهاردة وابدأ معاكم طبعا انتوا عارفين ميستر مارسل كورر كانت ده راحا بارح للفريق كان فيه تمرينة خفيفة النهاردة الصبح في ملعب مختار التتش اتمرنت الفرقة تمرينة كاملة ودي لقطات من التمرين زي ما حضرتكم هتشوفوها الفريق طبعا يعني مع احترامنا طبعا لكل اسماء الغايبة وطبعا يعني معظمها مؤثر ومعظمها كان بيشارك بشكل اساسي قبل فترة التوقف لكن اللي موجود يسد يعني خلينا متطمنين برضو الناس كلها تسألني ديانجا هيلعب امام هيلعب ريدا سليم هيلعب طبعا يعني قايمة الغايبات هتكلم فيها معاكم بالتفصيل لكن سكواد الاهلي اللي موجود قادر يقوم بالمهمة على اكمل وجه بإذن الله ان شاء الله وانا ان شاء الله يقيني انه الاهلي بإذن الله قادر يرجع بمكسب من الجزائر يوم الجمعة اللي جاي النهاردة زي محاكمه شافين كريم فؤاد جاهز عمر كبال طبعا برا القايمة الافريقية زي الزنفولي برضو ريدا سليم جاهز للمشاركة جهاز الفني والجهاز الطبي اكدوا على جهزيته بشكل كبير اكرم اعتقد ان الفترة اللي جاية هكون ليه دور مهم جدا مع الفريق هجوميا الاهلي ما اعتقدش عنده مشكلة حتى مع اصابة مسامة ابو علي اعتقد انه كهرباء ومودست بالفورما اللي وصل لها الفترة الاخيرة مطمئنين بشكل كبير الشحات عندك اوراق هجومية مهمة جدا الشحات عندك ريدا سليم عندك زي ما قلت كهرباء ومودست كراس حربع مش عارف مين ممكن يكون اقرب في تفكير مارسل كولر وان كنت اعتقد طبيعة المباراة تقول انه كهرباء كواليتي انسب يعني مش قصة افضل قصة انسب ممكن تبعا محتاج لعيب سريع لعيب يتحرك او يقدر ينقل هجمة بمنتهى السرعة دي ممكن تبعاش موجودة عن مودست لو الحسابات اتعقدت تركيبة او فورم يعني امكانيات مودست ممكن تكون الانسب لو لقد والله الحسابات اتعقدت مع بداية المباراة لكن اعتقد البداية ممكن تكون لكهرباء هاني جاهز مقدم بطولة في بطولة او افريقيا كان واحد من اللاعبين اللي اجادوا يعني لو اخترت لعيبة اجادت في البطولة دي هخترت ريزي جي هاني امام ومصطفى محمد بصراحة دول اللي اقدموا بطولة محترمة جدا ما حدش يقدر يلوم عن يوم في اي حاجة فبالتالي مشكلة الغيبات مش تبقى مؤثرة قوي الى حد كبير بعد التمرين على طول تجهت البعثة بالكامل طبعا البعثة اللي بيترقصها عضو مجلس دارة محمد الجرحي للمطار واستقلت الطائرة في طريقها للجزائل ان شاء الله بكرة هيبقى تمرين اساسي ومن بعد التمرين هيكون ان شاء الله المباراة يوم الجمعة عندنا في حراس المرمى ثلاث حراس شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف وثلاث حقيقة ان شاء الله بإذن الله مستقبل وعد لحراس المرمى شبير يمكن يكون طبعا الابرز من حيث الخبرات شارك بشكل كبير فيه وكان ليه دور مهم جدا فيه البطولة الافريقية واجواء البطولة الافريقية غير البطولات المحلية لكن اعتقد انه التدوير في مركز حراس المرمى ممكن يبقى وارد جدا على مستوى المشاركة المحلية قايمة غيابات الاهلي يمكن على مستوى العناصر الاساسية بشكل كبير اللي ممكن يعني يكونوا مؤسلين طبعا الشناوي ما حدش يقدر ينكر طبعا فيه حراس المرمى عندك أليو دينج إلى حد ما المعلومات اللي عندي انه بعيد شوية عن الحسابات أحمد عبدالقادر ما أدرش استثنيه حتى لو كان يمكن مالوش دور أو كان فترة إصابة قبل التوقف لكنه في النهاية برضو واحد من وجهة نظر يعني من أهم الأوراق الحقيقة ولعيب الحقيقة لو ادى لنفسه حقها يبقى في حتة تانية خالص لكن في النهاية أعتقد أن السجادة الأهلي إن شاء الله يقدر يقوم بالمهم بعد كده استقلت الفرقة أو البعثة بالكامل طبعا الأوتوبيس من داخل نادي الأهلي يتوجهوا للمطار عشان يركبوا الطيارة ويمكن كان فيه حتى أثناء ركوبهم للطيارة احتفال كده بعيد ميلاد ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي الحقيقة واحد من اللعبة اللي دايما تلاقيها وقت ما تعوزها والخاضر وقت الزنقة واللي بيجي من بعيد بسرعة جدا فنتمنى له التوفيق وأعتقد أن ياسر قريب جدا أن يكون لي دور أساسي في المشاركة في البطولة طيب طبعا تشامبيونز ليج هعدي عليها سريعا النهاردة أرشح لكم في مواجهتين باريس سان جرمان مع ريال سوسيداد مواجهة شايفينها عشاء البي اش جي في مصر صعبة بالنسبة للبي اش جي والمواجهة الأهم والأقوى من وجهة نظري والرشحة لحضراتكم لحد حبيب يتابع بليل الساعة عشر رمسان هتكون مواجهة بين باي ميونيخ ولاتسيو الإيطالي أعتقد هتكون مواجهة ساخينية إلى حد كبير مبارح الروع بكله في الدنيمارك مع عودة كيفين دي بروينا للمان سيتي والفوز بنتيجة 3 واحد في مباراة أكتر من رائعة ودي بروينا كان لي 3 بصمات في 3 أهداف اللي سجلهم الستي هكلم سريع عن الشامبيونز ليج الملف الأساسي بالنسبة لي طبعا هنعدي على الجهاز الفني المنتخب مصر هنعدي على تشكيلة أمم إفريقيا اللي اختارها لاتحاد الأفريقي وبالتأكيد الملف الأهم هيكون الأهلي وشباب له زاد ونروح لفاصل